السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين اتكلمت معاكم في اللقاء اللي فات عن رؤية المياه في المنام اللي بتبشر الرأي بقدوم اموال اليه في الطريق والنهاردة هتكلم معاكم عن باقي الرؤى اللي بتبشر الرأي بقربه قدوم اموال اليه في الطريق وهبدأ معاكم برؤية اللبن في المنام ولازم نقول ان اللبن يكون صالح للشرب وطعم وجميل ومنشوفش بقى ان اللبن في المنام بينسكب على الارض ونبدأ ونشوف كده اول رؤية في المنام وهي ان اي حد يشوف رؤية في المنام ان هو بيشتري اكتر من كيلو لبن سوى بقى كان عادي او معلب فالرؤية هنا دلالة للرأي على ان في اموال جاية اليه في الطريق اكتر ما بيجيله عن متى من اي مصدر وده لان في الغالب كل الناس في الواقع مهما ان كان عدد الاسرة كبير او صغير بتشتري اللبن كيلو بكيلو اول باول اما ان اي حد شاف رؤية في المنام ان امامه اكتر من علبة او زجاجة لبن وكانت مختلفة الاصناف فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على ان في اموال جاية اليه في الطريق من مختلف الاماكن وفي الغالب اللي بيشوف الرؤية دي بيبقى في الواقع ليه مشاريع كتير والرؤية بتكون دلالة ليه على ربح الاموال من كل مشاريعه والله سبحانه وتعالى قدروا اعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وهنقول بقى ان اي حد شاف رؤية في المنام ان هو بيصنع من اللبن جبنة بيضة فالرؤية دي هتكون دلالة له على انه ان شاء الله سبحانه وتعالى جايله اموال كتير وهتقعد معاى كمان فترة طويلة يصرف منها اما ان اي حد شاف رؤية في المنام ان هو بيحلب البقرة والجموسة وبياخد منها اللبن وكان بقى البقرة دي داخل الرؤية بتاعته فهنا الرؤية هتكون دلالة له على ان العامل اللي هو فيه ده هيكون مليان بالاموال ما تنتهيش وهيعيش منها ويحس بالامن والاستقرار في السنة دي ونقول كمان ان اي حد يشوف ان هو بيغلي اللبن على النار فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على ان فيه اموال جاية اليه في الطريق وهتكون اموال حلال وكمان مش هينقص منها حاجة يعني مش هيدفع عليها رسوم ولا ضرايب ولا اي حاجة وكمان هنقول في الواقع لما بنغلي اللبن بنلاقي عليه كده اشرة خفيفة من الاشرة وبالتالي اللي يشوف رؤية في منام كباية لبن وعليها الاشرة دي فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي على حاجات كتير منها ان فيه اموال جاية اليه في الطريق وان الاموال دي هيكون فيها البركة وكمان الاموال دي هتكون محفوظة من العين والحسد يعني مش هيتحسد عليها في الواقع اما بقى ان المرأة المتزوجة ان شافت رؤية في المنام ان كباية اللبن عليها اشرت الاشطة دي وجدت تشيلها وزوجها قال لها داخل الرؤية لا ما تشيريهاش فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها ان زوجها في الفترة المقبلة جاي له اموال كتير بس الرؤية دي اشارة لها ان هي ما تقولش لحد عليها علشان الحسد والله سبحانه وتعالى ادروا اعلم واسعد الله دائما منامكم طيب ونشوف مع بعض بقى كده الفتاة العزباء ونقول ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان هي عندهم ديوب في المنزل وبتقدم ليهم اهوة باللبن فالرؤية دي هتكون دلالة ليها على قرب زوجها وكمان هيكون زوجها رجل ميسور ماديا وبالتالي الرؤية هتكون دلالة ليها على قرب قدوم اموال ليها عند زواجها من هذا الشخص طيب ونقول كمان ان المرأة الحامل في الواقع وان شافت رؤية في المنام ان هي ولدت داخل الرؤية وزوجها جايب لها زجاجات لبن كتيرة للمولود بس ما تكونش لبن اطفال لبن عادي من اللي احنا بنشرم منه فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها ان عند ولادتها ان شاء الله سبحانه وتعالى هترزق برزق المولود اللي جاي وهيجي لها اموال كتير طيب وهنقول كمان اللي يشوف رؤية في المنام انه تاجر لبن وبيوزع على الناس اللبن فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على ان في اموال كتير جاية اليه وانه هيطلع كمان منها صدقات لوجه الله تعالى اما ان اي حد شاف رؤية في المنام انه هو بيفرغ اللبن في الكوباية وهو بيفرغ كوباية اللبن عملت كده لغاية على ايش زي ما بتعمل معانا في الواقع فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي ان في اموال كتير جاية اليه في الطريق وانه في الواقع هيستثمرها وكمان هيربح منها في الواقع والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وهنقول بان الانسان في الواقع الفقير ماديا وكان فاقد الامل في الحياة شوية وشاف رؤية في المنام انه هو بيشرب كوباية شاي ولبن فالرؤية دي هتكون دلالة ليه على ان في اموال جاية اليه في الطريق هتخلي حياته تزدهر وهتبعث الامل تاني جواه مرة تانية طيب وان اي حد يشوف رؤية في المنام انه هو بيطلب من حد تاني كوباية لبن والحد التاني قال للرأي انه مش هيعطي ليه كوباية اللبن غير لما يأكل العسل الاول فالرؤية هنا هتكون دلالة للرأي وإشارة ليه انه هو مطلوب منه يقرأ قرآن كتير وخاصة صورة الواقعة وهو هيلاقي الاموال بتيجي لحد عنده بكميات كبيرة طيب وانقول بقى ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه هو اعطى زجاجة لبن وهي عملت منها اي طعام زي الكيك مثلا فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على ان في اموال جاية اليه في الطريق هتكفي اهل بيته من الطعام ومش هتخليه يحس باحتياجه لاموال علشان يأكل اهل بيته والله سبحانه وتعالى قدره واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وكمان هنقول ان اي حد يشوف رؤية في المنام انه هو بيضع على اللبن سكر او بيحليه يعني وشرب منه فالرؤية هنا هتكون دلالة ليه على ان في اموال جاية اليه في الطريق هتسعد ايامه وهتدخل عليه الفرحة والسرور وكمان هنقول بان الارملاء في الواقع وان شافت زجها المتوفي انه جايب ليها زجاجات من اللبن وهي بقى كانت في الواقع محتاجة للاموال ولسه اجراءات الورث ما كانتش انتهت فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها لان ان شاء الله سبحانه وتعالى في القريب هتنتهي اجراءات الورث وتستلم الاموال الخاصة بيها من الورث اما بقى ان المرأة المطلقة وان شافت رؤية في المنام ان هي في محل البان فقط وكمان ما بيبيعش غير اللبن بس فالرؤية هنا هتكون دلالة ليها على قرب زواجها من رجل ميسور ماديا وان بعد زواجها طبعا هيكون معاها اموال كتير والله سبحانه وتعالى قدرة واعلم واسعد الله دائما منامكم وكده بقى اقولكم ان هنا لسه معانا لقاءات كتير تانية غير اللقاء ده بتبشر الرائع على قرب قدوم اموال اليه في الطريق ونكونوا النهاردة انتهينا من لقاء النهاردة وهو اللقاء التاني وانتظرونا في اللقاء القادم وهو ان شاء الله سبحانه وتعالى هيكون اللقاء التالت واشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء واسعد الله دائما منامكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة